ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة 20 فبراير سنة 2024 العبد لله النهاردة بقى عنده 49 سنة لا فرحان ولا زعلان لكن كنت اتمنى انه السنة دي تبقى سنة جيدة علينا كعرب 20 فبراير كنت اتمنى انه مجلس الامن العاجز المتواطئ يصل بنا الى حل لوقف اطلاق النار او وقف هذا العدوان الوحشي على اراضينا العربية فلسطين المحتلة 20 فبراير كنت اتمنى انه احنا ساعتها كنا نقول انباء جيدة عن الاوضاع لاهلينا في فلسطين فاشعر حتى انه في يوم عيد ميلادي استطيع ان احتفل بامر ما يمكن لما بتعدي الـ 45 ما بيبقاش شغل دماغك قوي انت بقى عندك كم سنة بقدر ما بتشغلك حاجات كتير بس اظن انه في السن اللي زي بتاعي ده بتبدأ تشغلك دايما القضايا الكبرى فاما انها تخيم عليك بسحابة من الكآبة او انها تحيطك بغلاف من البهجة للأسف للأسف الوضع العربي شديد الصعوبة للأسف قلعة وحيدة باقية اسمها القاهرة بكل السحر بكل القوة بكل النزاهة بكل انحياز لكل ما هو اصيل لكل المبادئ والمسل العليا القاهرة احترام الالتزامات الدفاع عن الضعفاء الدفاع عن الاشقاء الدفاع عن الاصدقاء القاهرة دائما ما تجري لتهب لنجدة اي مظلوم في اي مكان بالارض حتى ولو بكلمة في الامم المتحدة حتى لو ما كانتش الدولة عربية حتى لو ما كانتش الدولة افريقية القاهرة دايما كانت موقفها واضحة تحيا مصر وتحيا فلسطين وتحيا العروبة ويحيا العرب بس هفضل اقول كده بقى لحد امتى لحد ما تم كام 59 69 79 ما ظنش الحق 79 يعني هل هيبقى في ايام قريبة نستطيع ان نفرح وان نتهلل هل هنقدر نفرح الست فيروز في بيتها بانه القدس عادت لنا من جديد هل هنفرح محمود درويش ونزار قباني وتستمر المفاوضات